صباح الخير يا مغرب وفرحات الكرة المغربية في إنجاز 2004 الأقرب للتتويج باللقب في تاريخ الكرة المغربية منذ إنجاز السبعينيات حين اقترب المنتخب المغربي من الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا حينها كان نوردين نيبت أسدا عميدا قائدا للمنتخب المغربي بمصار حافل ومتميز شارك فيه مع المنتخب المغربي في مونديال 94 وبعده مونديال 98 تألق مع الوداد البيضاوي وحصد معه العديد من الأقاب من البطولة الوطنية إلى عصبة الأبطال الإفريقية قبل أن يتوج مصاره في الدور الفرنسي ثم الإسباني والإنجليزي ويتوج مع دي بورتيفولا كورونيا بلقب دوري إسبانيا لا ليغا الإسبانية ويشارك في عصبة الأبطال منذ اعتزاله في العام 2006 نوردين نيبت حرم الجمهور من حضوره ومن ما كان يقدمه وهو لاعب رغم كل الليدرشيب والقيادة التي تمتع بها مدافعا وقائدا للمنتخب الوطني اعتزل نوردين نيبت في 2006 وخرج من الملعب دلله على امتداد سنوات مستشارا داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واليوم ها هو يعود للملعب مدربا صحيح مع منتخب صغير لكن بحلم كبير نوردين نيبت أسطورة الكرة المغربية رسميا مدرب للمنتخب المغربي لأقل من 18 سنة كل التوفيق نتمناه لنوردين نيبت ليتألق مع منتخب 18 سنة ولما لا يكون مدربا بارزا ناجحا متألقا مع المنتخبات الوطنية وربما المنتخب الأول مستقبلا أو أنذية أخرى هذا نوردين نيبت وهذه قصة جميلة ملهمة وتبعت على الأمل في مستقبل وغذ أفضل وتعيد ثقة للكفاءات والأطر المغربية بالتوفيق نوردين نيبت وللمنتخبات المغربية